اشتركوا في القناة وهم لا يعرفون السباحة أي جرأة على الموت هذه يوم غنم المسلمون أموالا وغنائما لا حصر لها ودخلوا قصورا ما ظنوا أنهم سيدخلوها لا بحلم ولا علم ولكن هيهات هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله كتيبة الأهوال كتيبة الخرساء القاقاع بن عمر عاصم بن عمر وسعد بن أبي وقاص أسماء لم ينسها كسر والفرس أبدا فما الذي فعلوه؟ هذا ما سنعرفه اليوم إن شاء الله وقبل أن ننطلق أدعوك للاشتراك في قناة أسطر والضغط على زر اللايك تشجيعا لنا وحتى يصلك كل جديد أكثر وذكر الله وحمده وادخلوا متواضعين لله بعد معركة القادسية الطاحنة توجه المسلمون لفتح المدائن وموقعة المدائن كانت البداية الأولى لانتشار الإسلامي في بلاد فارس وحاصر المسلمون مدينة المدائن شهرين من الزمن بدون فائدة وتوصل المسلمون إلى سلاح جديد يعينهم على فتح هذه المدينة الصعبة فقد أشار بعض الفرس المسلمين على سعد بن أبي وقاص بأن يستعمل سلاح المنجنيق وهو نوع من الأسلحة الثقيلة يشبه الدبابات في عصرنا فالمنجنيق آلة ضخمة جدا مثل المقلاع يلقي بالأحجار الضخمة داخل الحصون فصنع المسلمون أكثر من منجنيق ووضعوها جنبا إلى جنبا على حدود مدينة بهرسير وبدأوا في جمع الحجارة الضخمة ووضعها في مقلاع المنجنيق ورميها على مدينة بهرسير وبدأت هذه الحجارة بتخطي السور وبدأت تقع على أهل بهرسير صبر سكان وأهل بهرسير بعض الوقت ولكن بعد أن زاد عليهم الضرب وكثرت أسهم المسلمين المطلقة عليهم بدأوا يفكرون في الاستسلام وبالفعل بعدما اقترب الشهران من نهايتهما خرج رسول منهم يطلب الاستسلام ولكن على أساس أن يصبح للمسلمين كل ما هو في غرب دجلة وأن لا يقاتل الفرس المسلمين في هذه المنطقة بعد ذلك ويبقى للفرس ما في شرق دجلة وكلامهم بلا شك يوضح أنهم لم يفهموا الرسالة التي جاء بها المسلمون فالمسلمون جاءوا لكي يفتحوا هذه البلاد حتى ينشروا الإسلام في كل الأرض فحدود الفتح الإسلامي لن تقف عند دجلة ولن تقف عند العراق ولن تقف عند فارس ولن تقف عند أي حدود حتى يعم الإسلام الأرض كلها وكان من الطبيعي أن يرفض المسلمون هذا العرض فقال لهم الفرس أما شبعتم لا أشبعكم الله فبدأ المسلمون يستكملون الضرب بالمجانيق والسيهام على الفرس فما كان من الفرس إلا أن تسللوا خلصة من مدينة بهرسير على هذا الجسر العائم تسللوا من بهرسير إلى أسفانبر وتركوا المدينة خالية والمسلمون مستمرون في ضرب المدينة ولم يعلموا أن المدينة خالية حتى خرج لهم أحد الفرس طاربا الأمان فأمنه المسلمون فقال لهم إن المدينة أصبحت خالية وبالفعل تسلق المسلمون الأسوار ودخلوا مدينة بهرسير فوجدوها فعلا خالية وبها كميات ضخمة من الأسلحة وكميات ضخمة من العتاد وكان من الممكن أن تعين الفرس على الصبر على القتال والحصار ولكنهم فقدوا حمية القتال وفقدوا الروح القتالية وانهزموا هزيمة نفسية شديدة أمام هؤلاء الأبطال المسلمين المصرين على هذا الحصار وهربوا جميعا إلى منطقة أسفانبر ودخل المسلمون بهرسير فدخلت الجيوش الإسلامية الواحدة والآخر قرب منتصف الليل وذكرنا أن جيش المسلمين قد وصل في هذه الفترة إلى أكبر قوة إسلامية على وجه الأرض في هذه اللحظة حيث بلغ قوامه ستين ألف مقاتل مسلم وربما كان أكبر جيشا للمسلمين قبل ذلك هو جيش سيدنا أبي عبيد بن الجراح في موقعة اليرموك حيث بلغ زهاء ثمانية وثلاثين ألفا وبعد انتصار القادسية توالى المدد على سيدنا سعد بن أبي وقاص من المدينة المنورة ومن كل الجزيرة العربية وخاصة بعد أن كسرت شوكة الفرس وعلى شأن المسلمين وبدأ المسلمون الذين كانوا مترددين في الخروج لقتال الفرس بدأوا يخرجون للقتال مع الجيش الإسلامي ستين ألف مقاتل مسلم عبروا هذا السورة سلقا ودخلوا بهرسير ولم يجدوا فارسيا واحدا في المنطقة بأكملها وأخذوا يزحفون على كل المدينة حتى وصلوا إلى شاطئ دجلة الغربي ونظروا منه في منتصف الليل إلى الناحية الأخرى من الشاطئ فوجدوا مدينة أسفانبر فصاح ضرار بن الخطاب الله أكبر هذا أبيض كسرة هذا ما وعد الله ورسوله فقد رأوا من هذه المنطقة على الناحية الأخرى إيوان كسرة وهو بناء ضخم ارتفاعه ما بين 28 إلى 29 مترا وقبته البيضاوية كانت ضخمة للغاية ويحيط بالبناء كله أشجار لكن القبة تعلو فوق هذه الأشجار لذلك رآها المسلمون وهم على شاطئ دجلة الغربي وقد أوقد الفرس حولها المصابيح فظهر إيوان كسرة أبيض متلألئا وسط الجهة الأخرى فصاح ضرار بن الخطاب هذا ما وعد الله ورسوله يتذكر ما وعدهم الله ورسوله أثناء غزوة الخندق وبدأ ستون ألف مسلما يكبرون هذا التكبير في صوت واحد استبشارا بفتح المدائن وحتى الآن لم يعبر المسلمون إلى الناحية المقابلة ويصل هذا التكبير إلى الناحية الأخرى إلى يزد جرد كسرة فارس وإلى جنود فارس كذلك فيزيدهم رعبا على رعبهم وبدأوا يفكرون ماذا يفعلون فالمسلمون على الأبواب وصوتهم صوت التكبير يرعب الفرس رعبا شديدا وقد نصر ونصر أصحابه بالرعب صلى الله عليه وسلم بدأ الفرس يصابون بالرعب رغم أنهم كانوا مستعدين لملاقات المسلمين فقد جمعوا السفن الموجودة في دجلة حتى لا يستطيع المسلمون أن يسيطروا على أي سفينة من الشمال أو الجنوب ليعبروا بها إلى الضفة الأخرى كما قطع الفرس الجسر العائمة عند عبورها من مدينة بهرسير إلى مدينة أسفانبر فماذا فعل سيدنا سعد بن أبي وقاص ليعبر بجيشه؟ هذا العبور كان تقريبا في شهر مارس وشهر مارس بداية الفيضان في نهر دجلة ولكنه لم يكن قد وصل بعد إلى النهر وكان في نهر دجلة بعض المخاضات التي من الممكن أن يسير فيها المسلمون فأشار بعض الفرس على سيدنا سعد أن يعبر بالجيش الإسلامي وقوامه ستون ألفا أن يعبروا نهر دجلة من إحدى هذه المخاضات لكن سيدنا سعد يتصف بالتريث والتمهل والحرص على الجيش الإسلامي لذلك كان مترددا ترددا شديدا في عبور هذا النهر العظيم بهذا الجيش فلا سفينة ولا جسر ولا شيء يعينهم على العبور ثم فيها خيول المسلمين تعبروا نهر دجلة والمياه تضرب بكرة وأصيلة فاستخار الله ونام ليلة فرأى رؤية هذه الخيول فرأى أن المياه شديدة والأمواج متلاطمة ومع ذلك رأى خيول المسلمين تعبروا هذا النهر فاستيقظ من النوم وقال إن هذا رد الاستخارة وإن هذه الرؤية رؤية خير إن شاء الله وقرر بعدها أن يعبر نهر دجلة بالخيول وكان هذا بلا شك قرارا عجيبا أن يعبر بستين ألفا بالخيول فالخيول تجيد السباحة لكن المسلمين أنفسهم لا يجيدونها في غالبيتهم لأنهم يعيشون في الصحراء ففي العبور إذن مخاطرة شديدة لكن لم يكن أمام المسلمين حل آخر يوصلهم للناحية الثانية للمدائن فقرر سيدنا سعد بن أبي وقاص العبور بينما كان يزدجرد في الناحية الأخرى مطمئنا تمام الإزمينان أن المسلمين لن يعبروا هذه المنطقة قبل أربعة أو خمسة شهور على الأقل لأن الفيضان ينتهي في أوائل أكتوبر وتبدأ المياه عندها في التراجع ويتمكن المسلمون من عبور النهر على الخيول وعندما بدأ الجيش بالعبور فجاءهم الفيضان قبل موعده بإسبوعين أو ثلاثة ولكن سيدنا سعد بن أبي وقاص لم يمنعه هذا الفيضان أن ينفذ وعده للمسلمين بعبور هذا النهر فجمع المسلمين كلهم وقال لهم إني قد قررت أن أعبر بكم هذا النهر فما زلتم في هذا المكان وهم في المكان الآخر ومعهم السفن يناوشوكم أي ما دامت السفن معهم سيظلون في هجوم دائم عليكم في كل وقت ويرجعون ولكن لو عبرنا لهم فسوف تكسر شوكتهم في مدينتهم فوافق المسلمون على ذلك وهذا الموقف يشبه موقف العلاء بن الحضرمي قائد الجيش السابع من جيوش الردة لسيدنا أبي بكر الصديق وكان قد فتح البحرين عبورا كذلك على الخيول من غير سفينة ولا شيء المهم أن الجيش بدأ في العبور وعلم سعد بن أبي وقاص أن الفرس قد وضعوا على حدود مدينة أسفانبر خارج السور على شاطئ نهر دجلة وضعوا قوات فارسية للدفاع عن مدينة أسفانبر وهو يريد أن تصل أقوى فرقة من فرق المسلمين إلى شاطئ دجلة في الناحية الثانية حتى تلاقي هذا الحرس الفارسي لقاءا قويا عنيفا وكان عند سعد بن أبي وقاص كتيبة تسمى الخرساء وهي أقوى كتائب المسلمين وكان سيدنا سعد بن أبي وقاص يوكل لها المهام الصعبة وتسمى الخرساء لأنها كانت تخرج على الجيوش المعادية بدون صوت غير الهجوم المفاجئ على الجيوش المعادية دون أي تنبيها أو إنذار بالهجوم وكان قائد هذه الكتيبة هو سيدنا القعقاع بن عمر لم يرض سيدنا سعد بن أبي وقاص أن يأمر كتيبته الخرساء بالهجوم في أول دجلة لأنه يعلم أن الأمر في منتهى الصعوبة فآثر أن يكون هذا الأمر تطوعا وأعلن في المسلمين أنه من يريد أن يتطوع لعبور دجلة في مقدمة الصفوف فليتطوع فتقدم له من المسلمين ستمائة متطوع تقدم ليكونوا أول أناس تعبر دجلة فأطلق عليهم سعد بن أبي وقاص كتيبة الأهوال وأي هول أكثر من أن يعبروا نهر دجلة على الخيول وفي مقابلتهم الجيش الفارسي على الضفة الأخرى وهم يعبرون في وقت الفيضان أي هول أكثر من هذا وبالفعل بدأ الستمائة يجهزون أنفسهم للعبور وأمر عليهم سيدنا عاصم بن عمر التميمي البطل المسلم الذي له في كل موقعة ذكر أمر سيدنا عاصم كتيبته أن يتخذ من أنفسهم ستين فردا ليكونوا في مقدمة الستمائة وهؤلاء الستمائة في مقدمة الستين ألفا فخرج له ستون فارسيا من فرسان المسلمين الأشداء وطلبوا أن يكونوا على مقدمة الصفوف فخرج بهم سيدنا عاصم واقتحم بهم دجلة وأمر الجيش بأن يشرع الرماح ويلقي بالرماح في عيون الفرس ويقول لهم لا تضرب الفرس في أي مكان ولكن ضربوهم في العيون وهذا الأمر قد تكرر من قبل في موقعة الأنبار فقد أمر سيدنا خالد الجيوش الإسلامية في هذه الموقعة أن تلقي بالسهام في عيون الفرس فأصاب منهم في ذلك الوقت ألف عين وسميت موقعة الأنبار بذات العيون لأنه فقئ فيها ألف عين للفرس وقد تكلمنا عنها في فيديوهات سابقة فأراد سيدنا عاصم بن عمر التميمي أن يلقي الرعب والرهبة في قلوب الفرس من مهارة المسلمين في رمي السهام والرماح كما يريد أن يعطل قدراتهم القتالية فإن لم يقتل الواحد منهم سيصير أعور ويترك القتال وبالفعل تقدم ستون وتبعهم ستمائة وبقي ستون ألفا واقفين على الشاطئ ينظرون ماذا سيفعل هؤلاء الأبطال الستمائة؟ وبدأ سيدنا عاصم يقتحم دجلة بالخيول وأذهلت المفاجأة الفرس إذ كيف يأخذ المسلمون خيولهم مقتحمين دجلة وسط الفيضان؟ هذا شيء لم يكن يخطر لهم على بال أبدا وبدأوا في إنزال قوات فارسية على خيول أيضا لتقاتل المسلمين في المياه فرق كبير جدا بين القوات المسلمة على الخيول وبداخلهم روح عظيمة جدا فهم منتصرون في موقعة القادسية وعندهم إيمان شديد بأن الله سيفتح عليهم هذه البلاد ويفتح عليهم أبيض كسر الذي وعد الله به ورسوله فرق كبير بينهم وبين الفرس الذين تملأهم هزيمة نفسية قاسية فهم قد هزموا هزيمة شديدة في موقعة القادسية كما هربوا من مدينة بهرسير ذات الأسوار العظيمة وتجمعوا في المداء منتظرين الجيوش الإسلامية أضف إلى ذلك أن المهارة الإسلامية تفوق المهارة الفارسية في القتال وكذلك تفوق الخيول الإسلامية الخيول الفارسية فاجتمعت هذه العوامل جميعا ودخل الفرس في حرب خاسيرة منذ البداية مع المسلمين وسط المياه والتقى المسلمون مع الفرس بالرماح وشهروا الرماح في أعين الفرس ففقأوا منهم العيون وصار الفرس بين قتيلا وأعور وفار من المسلمين والأكثر حكمة في القتال كان أن يصبر الفرس على وجودهم على الشاطئ ويلقوا على المسلمين السهام ويتريثوا بعدم الدخول مع المسلمين في موقعة بعد أن أدركوا قيمة المقاتل المسلم وقد جعل اختلاط المسلمين بالفرس في القتال داخل المياه جعل القوات الفارسية التي على الشاطئ عاجزة عن رمي الأسهم على الجيش المسلم فانتصر المسلمون عليهم انتصارا عظيما وعبر عاصم بن عمر التميمي وستمائة مقاتل الذين معه نهر دجلة ووصلوا الشاطئ الشرقي لنهر دجلة ليقاتل القوات الفارسية الموجودة على الجهة الأخرى وسعد بن أبي وقاص على الناحية الأخرى يراقب الموقف ويكبر هو والمسلمون كلما زاد تقدم المسلمين وذلك يزيد حمية وحماسة الجيش المسلم ويفت في عضد الجيش الفارسي وبدأ المسلمون يعملون سيوفهم في الرقاب الفارسية خارج أسوار أسفانبر حتى أتاهم رجل من داخل مدينة أسفانبر من داخل السور ونادى على الفرس قائلاً على ما تقتلون أنفسكم ليس في المدينة أحد كل من في المدينة قد هربوا وعندما سمع الفرس هذا الكلام انهزموا هزيمة نفسية شديدة وبدأوا يفرون من أمام القوات الإسلامية وشاهد ذلك سيدنا سعد بن أبي وقاص فأمر الستين ألفاً بعبور دجلة على خيولهم وبدأت القوات الإسلامية تعبر دجلة وسعد بن أبي وقاص يقول لهم اعبروا مثنى مثنى أي اثنين اثنين وذلك حتى يكونا عوناً لبعضهم البعض فإذا سقط أحدهما في الماء أو غرق يستطيع الآخر أن يساعده أو أن يخبر المسلمين عنه وأمرهم أن يقولوا نستعين بالله ونتوكل عليه حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فهذا ديدن الجيش الإسلامي وهو يعبر دجلة وكان في موقعة القادسية قد أوصاهم أن يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فهم في كل موقعة لهم ذكر لله يستشعرون به مساعدة الله ونصره لهم ويعبر المسلمون مثنى مثنى في هذا الوقت إلى مدينة أسفانبر وقصرها الأبيض قصر بوابته شرقية مواجهة لدجلة وفي هذا الوقت كان كسرى فارس يهرب من هذا الموقف الرهيب موقف ملاقات المسلمين هرب كسرى من الباب الخلفي لقصره وهرب خارج الأسوار إلى مدينة حلوان على بعد مئتي كيلو مترا من المدائن وهذه هي المرة الثانية التي يوضع فيها كسرى في موضع الهرب فالمرة الأولى عندما كان صغيرا فقد كان كسرى أن شروان يقتل كل الناس الذين يستحقون الملك حتى لا ينافسه أحد في ملك فارس فهربت به أمه وخرج من هذا القصر ذاته وهربت به واختفت في أهل فارس حتى أتى به أهل فارس بعد ذلك وعينوه كسرى فارس ولم يكن يرغب في ذلك كان الجيش يعبر ومعه سيدنا سلمان الفارسي يعبر الستون ألفا نهر دجلة ولم يفقد المسلمون جنديا واحدا في العبور وإنما سقط أحدهم في المياه فأدركه القعقاع بن عمر وجذبه ثم وضعه على حصانه ثانية فقال هذا المسلم للقعقاع يا قعقاع أعجزت النساء أن يلدن مثلك؟ وهذا من فضل الله أن يدخل ستون ألفا المياه ويخرجوا مثل ما دخلوا وأول من يدخل مدينة أسفانبر فرقة أو كتيبة الأهوال فتعبر السورة إلى داخل المدينة وتفتح الأبواب الضخمة للمسلمين وتدخل خلف كتيبة الأهوال كتيبة الخرساء ثم يتبع كتيبة الخرساء جيش المسلمين بالكامل فيدخل مدينة أسفانبر ذات الشوارع العريض والبيوت الضخمة العظيمة وإذا جولون في المنطقة فلا يجدون أحدا من الفرس لا يجدون أحدا من الفرس مطلقا باستثناء اثنين من الفرس فقط يبدو أن الحمية أخذتهما فمنعتهما من الهرب أو أنهما قد جبنا ولم يهربا فتقدم رجل من المسلمين اسمه أبو يزيد المضارب ودخل عليهما فأطلق الفارسيان عليه السهام فلم يصيباه حتى وصل إليهم أبو يزيد وقتل الاثنين بضربة واحدة ثم تجول المسلمون حتى وصلوا إلى القصر الأبيض إلى حدود إيوان كسرة وكان سيدنا سعد بن أبي وقاص أثناء سيره يردد قول الله تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين فيتلو هذه الآيات وهو مستشعر تمام الاستشعار أن الله تعالى أذل الفرس لعدم طاعتهم ونصر المسلمين لتمسكهم بدين الله القصر الأبيض كان الحصن الوحيد الذي يوجد بداخله بعض الفرس المتحصنين الذين لم يشتركوا في القتال بعد يعز عليهم أن يفارقوه وربما لم يستطيعوا الهرب منه هذا القصر العظيم عليه نقوش كثيرة ورخام وفسيفيساء وأحجار كريمة وكان مزينا بزينة عظيمة حاصر المسلمون القصر حصارا بسيطا لأنه لا يوجد بداخله أحد يضرب عليهم بالسهام أو غيره لكن بداخله بعض الفرس فيذهب إليهم سلمان الفارسي ويقول لهم أنا منكم اقبلوا واحدة من ثلاث إما الإسلام وتكونون منه لكم ما لنا وعليكم ما علينا وإما الجزية ونمنعكم وإما المنابذ والقتال ويعطيهم مهلة ثلاثة أيام كما علمهم رسول الله وفي اليوم الثالث يخرج هؤلاء الفرس ويقبلون دفع الجزية للمسلمين فيدخل سعد بن أبي وقاص بعد فتح القصر ويتبعه المسلمون داخل القصر الأبيض دخلوا القصر الذي لم يدخله أحد قبل ذلك غير الوفد المكون من أربعة عشر الذين ذهبوا لزيارة كسرة وقام سيدنا سعد بن أبي وقاص بمجرد دخوله القصر بأداء صلاة الفتح وهي ثمان ركعات متصلة لا يفصلها تسليم وكان دخول القصر في عام ستة عشر وكان المسلمون قد أذلوا لإقامة صلاة الجمعة وهذه أول مرة يصل فيها المسلمون صلاة الجمعة منذ دخولهم أرض العراق فمنذ مقدم سيدنا خالد حتى هذه اللحظة لم يصل الجمعة وإنما كانوا يصلون دائما الظهر قصرا لأنهم كانوا دائما على سفر وبذلك أصبحت المدائن مدينة للمسلمين يقيمون فيها كبقية بلادهم مثل المدينة المنورة ومكة المكرمة وكسائر بلاد المسلمين كما صلى المسلمون المغرب والعيشاء كل فرض في وقته دون جمع أو قصر وكانت هذه أول مرة بعد أربع سنوات من الجهاد المستمر تخيل هذا ثم بدأ سيدنا سعد في جمع الغنائم وكانت مهمة شاقة جدا على المسلمين لأن الغنائم ليس لها حصر وكمياتها ضخمة كما أن الفرس قد هربوا ببعض الغنائم فيؤمر سيدنا سعد بن أبي وقاص على إحضار هذه الغنائم يؤمر عمر بن عمر بن مقرن المزني وهو ابن أحد الإخوة العشرة الذين اشتركوا في حروب فارس كما أطلق زهر بن حيوى قائد مقدمة المسلمين أطلقه في متابعة الفرق الفارة من الفرس للقبض عليهم وإحضار الغنائم التي هربوا بها وبدأ المسلمون يجمعون الغنائم ولم يكن سعد بن أبي وقاص يرغب في تقسيم الغنائم إلا عندما تكتمل كلها وهذه الغنائم في الحقيقة كان لها ذكر طويل في كتب التاريخ ووصفت بصفات عظيمة وبسقوط المدائن استسلمت بقية المدن بدون قتال ومن غرائب كسرى بعد الهزيمة أنه أخذ معه ألف طباخ وألف مطرب وألف مدرب حيوانات ويعتقد في قرارة نفسه أنه خفف الحمل في السير حتى لا يثقل بمن معه فأخذ معه ألفا فقط من كل طائفة فانظر إلى مدى الترف الذي يحياه كسرى فارس ولكن ماذا عن الفلاحين الموجودين في بلاد فارس لقد عان هؤلاء الفلاحون كثيرا من الظلم والجبروت الفارسي الذي أرهاقهم بالضرائب الكثيرة وغيرها وعندما جاء المسلمون فاتحين لبلادهم دخلوا في دين الإسلام بعد أن أدركوا البون الشاسعة في المعاملة أدركوا الفرق الكبير بين المسلمين والفرس أو قبلوا دفع الجزية الإسلامية التي كانت أقل بكثيرا من الضرائب الفارسية دفعوها عن رضا ورغبة فهم قد استمتعوا بهذه الجزية لأنهم في مقابلها تمتعوا بميزات كثيرة فهم لا يشتركون في جيش المسلمين ليحاربوا وعلى المسلمين حمايتهم ضد أي اعتداء ومن لم يستطع دفع الجزية سقطت عنه وليس هذا فحسب بل قد يكفله المسلمون من بيت مالهم وهذه هي سماحة الإسلام وعدله أتبكي يا أمير المؤمنين وهو يوم فرح عظيم والله ما أخشى عليكم الشدة وضيق العيش إنما أخشى عليكم مثل هذا فما أقبلت الدنيا على قوم بمثل هذا إلا وقع فيهم التحاسد والطباغض والأثرة وقدموا حظهم من الدنيا على حظهم من الآخر لما بدأ المسلمون في جمع الغنائم من مدينة المدائن وكان عملا شاقا لأن المدائن مدينة كبيرة وكلها كنوز لكسرة وكلها أموال غير ما هرب به جيش كسرة وما هرب به يزدجرد نفسه من المدائن إلى مدينة حلوان كما ذكرنا في الفيديو السابق وقد اتخذها يزدجرد مقرا له بعد سقوط المدائن وكانت تبعد عن المدائن بنحو 220 كم وتولى أمر جمع هذه الغنائم عمر بن مقرن أخ النعمان بن مقرن وبدأ في جمع الغنائم من قصر كسرة الأبيض وكانت الغنائم ضخمة جدا تحدث عنها الرواة فترات وفترات قال حبيب بن صهبان دخلنا المدائن وأتينا على قباب تركية مملوءة سلالا مختمة بالرصاص فما حسبناها إلا طعاما فإذا هي آنية الذهب والفضة وكان عدد الدراهم الموجود في قصر كسرة ثلاثة آلاف مليون درهم أي ثلاثة بلايين درهم جمعها كسرة ومن سبقه وتعثر عليه وعلى جيشه أن يحملوا كل هذه الأموال استطاعت فرق الجيش الإسلامي التي خرجت تتابع الفرق الهاربة من الفرس أن تحصل على بعض الغنائم واستطاع سيدنا القاقع بن عمر التميمي أن يلحق بحامية فارسية وقاتلها وحصل منها على خمسة دروعا وستة أسياف ولم تكن أية الدروع وأية أسياف بل كان من بين هذه الدروع والأسياف سيف ودرع كسرة وسيف ودرع هرقل وكان الفرس قد غنموها من الروم قبل ذلك ودرع وسيف خاقان ملك الترك ودرع وسيف ملك الهند ودرع وسيف النعمان بن المنذر ملك الحيرة وقد أخذهما كسرة لما مات النعمان بن المنذر وخير سعد بن أبي وقاص القاقع بن عمر بين السيوف فاختار القاقع سيف هرقل وكان سيفا قويا وكانت الفرس تفخر بهذه العدة إلا أن الله أورثها للمسلمين ومن ضمن ما غنمه المسلمون في مطاردتهم للفرس حولل كسرة فغنم لباسه وغنم سواري كسرة وتاجه وكان وزن التاج واحدا وتسعين كيلو جراما وكان كسرة إذا جلس على كرسي مملكته يدخل تحت تاجه وتاجه معلق بسلاسل الذهب لأنه كان لا يستطيع أن يقله على رأسه لثقله بل كان يجيء فيجلس تحته ثم يدخل رأسه تحت التاج الذي تحمله السلاسل الذهبية عنه وأخذ المسلمون هذه الغنائم وغنموا البصاط الموجودة في الإيوان وكان من عجائب هذا العصر وكان حجمه ستة وثلاثين مترا في ستة وثلاثين مترا وكانت السجادة مصنوعة من خيوط موشاة بالذهب والفصوص والجواهر وكانت عليه الرسوم النادرة التي لا تقدر بمال وكانت الأكاسرة تعده للشتاء إذا ذهبت الرياحين شربوا عليه فكأنهم في رياض وجنة فيه طرق كالصور وفيه فصوص كالأنهار أرضها مذهبة وخلال ذلك فصوص كالدر وفي حفاته كالأرض المزروعة والأرض المبقلة بالنبات في الربيع والورق من الحرير على قطبان الذهب وزهره الذهب والفضة وثمره الجوهر وأشباه ذلك وتولى توزيع الغنائم سيدنا سلمان بن ربيعة الباهلي وكان معينا من قبل سيدنا عمر بن الخطاب منذ بداية حروب القادسية على توزيع الغنائم فبدأ بتوزيع الغنائم فوزع أربعة أخماس الغنائم من الذهب والفضة على الجيش الإسلامي وبعث بالخمس إلى سيدنا عمر بن الخطاب في المدينة وكان يطوف في الأسواق ويقول من معه بيضاء بصفراء وذلك من كثرة الأموال في أيدي المسلمين بعد فتح المدائن وحرص سعد بن أبي وقاص على أن تكون الغنائم الذاهبة إلى سيدنا عمر في المدينة من ممتلكات كسرى نفسه كسيفه ومنطقته ولباسه وحلله وما إلى ذلك ليكون ذلك أدعى للمسلمين في المدينة أن يخرجوا للقتال بعد أن يجد ممتلكات كسرى نفسه غنيمة للمسلمين ولما وصلت هذه الأشياء إلى سيدنا عمر بن الخطاب استدعى رجلا اسمه محلم أجسم رجل في المدينة وكان جسم يزدجر ضخما جدا فقد كان يشبه يزدجر في جسمه وألبسه سيدنا عمر لباس يزدجر وأقام له التاج على عمودين من الخشب وجعل الناس ينظرون إليه وقال للناس هذا يشبه ملك كسرى أعزنا الله بالإسلام وأذل الله مثل هؤلاء بالإسلام ثم لبس ثياب كسرى سراقة بن مالك الذي وعده الرسول قبل ذلك أيام الهجرة وكانت نظرة سيدنا سعد بن أبي وقاص ثاقبة فلما رأى الناس في المدينة هذه الغنائم ورأوا سيف كسرى وتاجه ومنطقته وقد انتقل كل ذلك من أرض فارس إلى أرض المسلمين زاد ذلك في عزيمتهم وتطوع كثير من الناس للجهاد في أرض فارس وأرض العراق ولما قسم سعد فيهم الأموال جمع الناس وقال إن الله تعالى قد ملأ أيديكم وقد عسر قسم هذه البساط ولا يقوى على شرائه أحد فأرى أن تطيب به أنفسنا لأمير المؤمنين يضعه حيث شاء ففعلوا ذلك واتفقوا ورغم كل ما غنمه المسلمون لم يستأثر سيدنا سعد بشيء يبعثه إلى بيت مال المسلمين فضلا عن أن يأخذها لنفسه إلا بعد أن يستأذن أهله في ذلك فوافق الجيش على ذلك فبعث بالقطف والبساط إلى سيدنا عمر بالمدينة ولما وصلت البساط إلى عمر ورآه الناس وأخذ بعقولهم وألبابهم فهم لأول مرة يرون مثله وكان من عجائب الدنيا في هذا الوقت وتحير عمر بن الخطاب في هذه القطف وهذه البساط فجمع الناس واستشارهم في البساط فمن بين مشير بقبضه وآخر مفوض إليه فقام علي وقال لما تجعل علمك جهلة ويقينك شكة إنه ليس لك من الدنيا إلا ما أعطيت فأمضيت أو لبست فأبليت أو أكلت فأفنيت فقال عمر صدقتني يا علي فقطعه عمر وقسمه بين الناس فأصاب علي قطعة منه فباعها بعشرين ألفا وكانت القطعة التي أصابها علي ليست بأجود القطعة فتخيل كم ثمن هذا البساط ألم يأتيك والأخبار تنمي وتصعد في الملمعة الفيافي فتحنا بهرسير بقول حق أتان ليس من سجع القوافي وقد طارت قلوب الفرش منا وملوا الضرب بالبيض الخفاف ترجمة نانسي قنقر